أهلا وسهلا بكم موليد برج الحوت طبعا طبيعة البرج مائي زعانة منكم عشان أنتوا أقل تفاعل معايا إن شاء الله تكونوا أكبر تفاعل معايا الشهر الجاي عشان أبدأ معاكم أول برج طبعا برج الحوت بيبتدوا من 18-2 وبينتهوا لـ 21-20 مارس طيب في فئات اللي هما بيكونوا مبين من 19 فبراير لـ 28 فبراير دول ما بين الحوت والدلو يعني واخدين شوية من برج الدلو حسب بقى أنت فخارتك الميلادية بتاريخ ميلادك الشخصي برج الدلو عندك في أي بيت أحدد أنت واخد من الدلو إيه تمام؟ حلو المبين 1 مارس إلى 20 مارس دول اللي هما بقى الحوت الأصليين اللي هما القرية بتنطبق معهم بنسبة كبيرة جدا واللي هما ما بين الحوت والحمل واخدين من برج الحمل شوية دول هما بيتدوا من 21 مارس والحد 30 أو 31 مارس بيبقوا اخدين شوية من برج الحمل على حسب تاريخ ميلادك الشخصي إيه واشوف برج الحمل في خارتك الميلادية في أي بيت أحدد أنت واخد من برج الحمل صفة إيه بالظبط تمام؟ طيب دلوقتي بقى هنبتدي نشوف اتصالات نيبتون والمشتري ونقدر انحدد الشهر ده معاك إيجابي وسلبي في إيه؟ إلى جانب زحل لأن زحل بقى له فترة كده في برج الحوت مش عاوز يسيبكو يعني قاعد لكو شوية طيب هو واضح كده أنه بيدي دروس ليكم في البيت التاسع يعني بيدي دروس كده في إيه؟ هو دروس إيجابية يعني مثلاً اللي بيقدم ماجستير أو اللي بيقدم دكتوراه أو اللي بيقدم حاجة لها علاقة بالتعليم أو التعليم العالي أو الدراسات العليا بيواجه شوية صعوبات أو بيواجه شوية تعقيدات في أنه يوصل للهدف بتاعه أو أنه يحصل على الشهادة دي هتبقى الدراسة معقدة معه بعض الشيء في أيام وأيام أكيد فهنوضح ده كده من بداية إيه؟ شهر مايو معاكو إزاي؟ طيب أول حاجة توضيحاً أنا بقرأ الخريطة دي اللي بناء على توقيت دولة القاهرة لمصر تمام؟ اللي هما البلدان العربية المجاورة ليها أي دولة عربية تمام؟ اللي لو أنت عربي عايش في دولة أوروبية أو أجنبية التوقيت بيختلف تماماً لأن بيننا وبينهم ليه له نهار؟ إحنا مثلاً عندنا دلوقتي ليه؟ لهم عندهم نهار فالطالع بيختلف وتأسيمات الكواكب كلها بتختلف تمام؟ فتوضيحاً بس عشان النقطة دي تبقى واضحة للبعض طيب بالنسبة بقى بشكل عام بقى الإراهة بتكون إزاي؟ نشوف أول حاجة ناخد زحل عندكم بورج الحود في البيت التاسع واضح أن الزحل الفترة دي إيجابي معاكم للمتزوجين يعني دلوقتي لو في مشكلة بين المتزوجين من 5 مايو إلى 10 مايو أو في احتمال هنا بعض متزوجين بورج الدلو أو مطلقين لو في بينكم مشكلة بينكم وبين طلقتك أو بينك وبين طلقك في عودة وصلح للعلاقة دي يعني بعد مرحلة تشكيك في العلاقة أو تدخلات من أطراف خارجية ففي عودة للعلاقة دي تاني أو المشاكل تصفى بين المتزوجين برضو الفترة دي لو في مشكلة بينك وبين الوالد على أنه رافض صفر ليك أو رافض دراسة ليك مثلاً معينة فهيبقى متسابح أو هيوافق لك على الدراسة دي دي برضو هنا طاقة للبعض برضو هنا لو في حد حد يحاول يشكك والدك فيك من إخواتك من حد من قريبك أو حد من المحيطين حد يحاول يعني يخلي علاقتك بولدك مش كويسة ففي تصالح وتفاهم بينك وبين الوالد والمشاكل دي إن شاء الله هتتحل بينك وما بين الأب أو المشاكل اللي بينك وبين زوجتك هنا برضو لو مطلقة بورج الدلو في عندها حقوق من طلقها فهيحل معها المشاكل دي بالود واحتمال بنسبة كبيرة ما يبقاش فيه بينكم قضايا أصلاً والأمور تتحل بالتفاهم والود بينك وما بينه هيبقى برضى الطرفين هنا لو مولودة بورج الدلو برضو أو الرجل عنده قضية بيطالب بحق لي من طلقته أو مثلاً أنت أرمالة وزوجك متوفي بالطالب بحق ليك من ممتلكات زوجك فهيبقى الحق ده رجعلك فيه هنا بعض من امرأة بورج الدلو فيه من أهل الزوج احتمال يكونوا شاككوا في سمعتك أو في أخلاقك بعد وفاة زوجك ففيه هنا انفراج ليك أو يعني انفراج ليك بأن اللي ألو في ظهرك ده كان قضي ومحصنات أو كان حاجة مش في حقك أو حد قال لزوجك كلام يشاككه فيك عن أخلاقك أو سلوقياتك وزوجك ده فرضاً مسافر فهنا فيه برضو إيه أن هتبقى مظلومة أو هتبقى يعني كرمة هتصيب حد ظلمك بكلام سلبي يعني هتسمع عن حد كلام سلبي ظلمك أو انفراج لظلمي ليك بقاله فترة بتعاني منه من أهل زوجك بمعنى أصاح دي هنا طاقة للبعض ظهراني الحاجة التانية إن الفترة دي حلوة قوي للدعاية والإعلان للتسويق للمباعات بأن انت تظهر نفسك للأخرين تقدم عمل فني عمل درامي أي حاجة في التخصص هنا حاجة تكون فيها ظهور ليك تبقى إن شاء الله مناسبة معاك طبعاً الإراءة دي تناسب طالع الحوت ولا المشتري عندهم في الخريطة الفلكية في الحوت ولا اللي يكون عندهم القمر بالحوت أيضا دي دول اللي تناسبهم الإراءة دي طيب برضو الفترة دي إيجابية معاك للإستشفاء من الحسد أو ضاقات السلبية أو من حد بقاله فترة مركز معاك أو أمراض روحية فيه برضو هنا احتمال حل أزمة صفر أو لو بقالك فترة لأن الاثناشر في التاسر أو التاسع في الاثناشر الاثنين يحملوا نفس المعنى ده معناه إن لو بقالك فترة أمور صفرك مع أدى أو فيه مشكلة لصفر أو ممنوع من الصفر لبلدك فالفترة دي فيه انفراب ليك وعودة لبلدك فترجع لبلدك فيه مشاكل بينك وبين الكفيلة في الدولة اللي انت متغرب فيها فهيعمل لك إجراءاتك القانونية أو الصفر هتبقى متسهلة وهتسافر برضو هنا اللي بيعايز من برج الدل ويسافر أو يقدم فرصة صفر بره خارج البلد فالفترة دي حلوة قوي إنك تقدم اللي هي من خمسة مايو لعشرة مايو هيتوافق لك أو هيتم هيلقوا فيك القبول على الأقل طيب هنا طاقة أخرى إنك احتمال تحصل على دعم مالي من صديق تراجع وطارد هيؤثر معك شوية فيه يشككك في صديق إنك ممكن تشك في صديق ليك بقى لك فترة معاه تشك إنك تدي فلوس ليك تشك إنك تحط فلوس معاه في مشروع يعني عطارد ممكن يصيبك في طاقة شك هنا تجاه أحلام ليك أو اللي طموح ليك ممكن يصيبك بطاقة سلبيه شوية يعني لهو ايه معقولة نوصل للحلم ده معقولة نحقق هدفي ده أو معقولة أنا قصت في صديقي ده أدي فلوسي يعني هيبقى شوية فيه نوع من إيه من الشك هنا ممكن عطارد يصيبك دي طاقة هنا للبعض الفترة دي حلوة برضو ليه التصالح مع الأصدقاء لتحقيق أمنية أو لهدف أو لطموح بقى لك فترة عايز تحققه أو تبرز أو عندك موهبة أو تشتهر في مجال معين نفسك في أي إن كان المجال ده إيه عندك بروز وظهور في المجانب ده نشوف أيضا المشتري الفترة دي لا أنصح بإمضاء عقود زواج أو أي عقدة مهما كان أو أي شركات ما تتمش في هذه الفترة لأن المشتري في العاشر عمل اتصال سلبي بالبيت السابع مع بلوتو تدلو فمش حلو ده معناه إن لو شركة دخلتوا فيها في الفترة دي يعني هتبوس يا مش هتكمل يا الشريك ده هيتلع نصاب يا الشريك ده مش هيدفع الفلوس اللي عليه بصوا إن عامة في عكسات هتحصل تخلي الشركة دي توقيتها غلط تمام لو الشركة دي بقى قبل تراجع عطارد تمام زي الفل استمر لكن إنك تمضي العقدة ده في الفترة دي ما نصحقش تمام هيبقى فيها عكسات مش حلوة عليك على المال أو على الشريك اللي أنت بختاره هيبقى مش ثقة هيبقى اختيار فيه تشوش لأن تراجع عطارد هيأثر سلبي معاك شوية الفترة دي حلوة معاك برضو في الاستشفاء من الأمراض الروحية أو من الأمراض المزمنة اللي بقى لك فترة بتعاني منها وبالأخص الأمراض النفسية يعني اللي بعض من موريد برج الحوت هنا اللي عنده تعب نفسي أو مرض نفسي لا سمح الله في استشفاء من التعب ده بنسبة كبيرة بسبب أن ثقتك بذاتك هتبقى عليها هساعدك على التشفي طيب نشوف نبتم بقى طيب الفترة دي زي ما قلت لك صلح بين المتزوجين الفترة دي حلوة للظهور حلوة برضو للاستشفاء من التقاط السلبية تاريخ عشرة مايو بقى الإيجابي والسلبي في ايه طيب بالنسبة بقى لعشرة مايو هيكون إيجابي معاك في ايه طيب أول حاجة فيه إشارة حلوة هنا سهم السعادة عندك في البيت التاسع سهم السعادة ده اللي هو ايه في بيت الصفر يعني هنا اللي عنده اختبار لطلبة الجامعات أو الدراسات العليا أو المراحل التعليمية البسيطة اللي هي الإعدادي أو السنوي أو كده عندهم نجاحات أو تفوق بامتياز يعني هيبقى النتيجة مبهرة ليك على الصعيد الدراسي أو الفترة دي حلوة أنك تقدم في دراسة برا البلد تنتهي بتوظيف لأن هنا بيت التاسع عندك حظ فيه بشكل كبير برضو الفترة دي حلوة معاك في البيت التاسع برضو حلوة أنك تتعلم لغة لو أنت من النوع اللي بتفكر تتعلم لغات دي أو تتعلم لغات جديدة برضو حلوة معاك الفترة دي الكده برضو الفترة دي اللي مخترب عنده عوضة لأرض الوطن تمام؟ الفترة دي لو أنت لعب كرة أو رياضي وعندك مباراة بهذا التاريخ فعندك نجاح أو أن أنت تكتزل مباراة دي بنجاح يعني فده بيت الحظ أنا شايفة ليك استغله في أي جنب يخصك وبالأخص الجوانب اللي أنا ذكرته طيب الفترة دي حلوة معاك لأن أنت تصلح علاقتك بأصدقائك لأنك تنمي موهبة أو حاجة عندك في فكرك بقى لك فترة نفسك تنميها في ذاتك حلوة لاستشفاء من الحسد أو من الطاقات السلبية أو أنك تخرج من الوحدة والعزلة أو الكحف بتاعك بقى يا برج الحوت هتطلع منه وتبتدي يبقى عندك بقى اقبل للناس للصفر للترفيه عن نفسك وهكذا الفترة دي هتبقى سقطك بنفسك قوية جدا وهتساعدك أنك تقدم الدعم النفسي لنفسك برضو الفترة دي منصحش بإمداء عقود الزواج أو عقود الشركات برضو الفترة دي حازر من حد من بيئة العمل هيحاول يقلل سقطك في نفسك أو في مجهودك العملي طيب تاريخ بقى 15 مايو إيجابية وسلبية معاك في إيه طيب زحل هنا دخل شوية في البيت الثامن طيب الفترة دي ممكن لو رافع قضية على شغلك أو على مديرك أو أنك بتطالب بحق إليك في شغلك أنت مصدوم فيه هيبقى النصرة ليك أو عندك نصرة على إدارة ظلامتك أو على أن يرحق يرجع لك في شغلك بقى له فترة متأجل أو هنا برضو اللي عنده معاش في الحكومة هيجيله أمر بأن المعاش ده يقبضه أو يروح ياخده مثلا برضو الفترة دي حلوة معاك أنك تطالب بأي حق إليك على الصعيد المادي العملي هيبقى القرار لصالحك وهيبقى في مصدحتك اللي هو من 15 مايو العشرين برضو الفترة دي حلوة معاك فيه الدعم المالي من صديق ممكن هنا خلاص عطار دوقف تراجع هنا بقى نبتدي نفكر في الشراقة مع أصدقاء نفكر في إمضاء عقود الزواج نفكر في إمضاء عقود الشراقات أي عقد مهما كان هيبقى كده تمام مش هيبقى فيه أي مشكلة برضو الفترة دي فيه انفراج للمسجونين فيه عودة لأرض الوطن فيه تسهيل إجراءات الصفر عليك تمام نشوف برضو كده الإيجابي والسلبي معاك الفترة دي إيه بسم الله طيب نشوف بقى كده المشتري ونبتن تمام طيب الفترة دي نحازر من الوضع الصحي يا مولود برج الحوت يعني نخلي بنا كده إيه من الوضع الصحي على قد ما نقدر 15 مايو نخلي بنا من اللي عنده عملية الفترة دي يعني مش هيبقى تاريخ إيجابي يفضل ان انت تأجلها يفضل ان انت يعني او عملية تجميلية برضو التاريخ ده 15 مايو مش مناسب لها تمام طيب نكمل نشوف أيضا كده اتصالات نبتن هنا عمل قران مع القمر في الحوت يعني الامر كمان هنا في الحوت ونبتن هنا احتمال بقى هنا احتمال انفراج لمسجون بشكل مفاجئ امره كان معقد جدا احتمال هنا ممكن تكون قضية كلا سمح الله يا رب قد وصلها لحد الاعدام او لكاتل مشكلة يعني خلص قضية كان خلص يعني مؤبد في انفراج بشكل مفاجئ ليك يعني نبتن والقمر هنا حاجة مفاجئة حاجة مش متوقعة ممكن تحصل حاجة ما تجيش على بال حد معجزات هنا للعاوز يقدم صفر يعني للعاوز يقدم صفر برضو هنا فيه اعجاز بقول لك في سفرية بقى لك نفسك سفرية الاحلام هنا فيه صفر انت بتتمنى ممكن يحصل دراسة ممكن تحصل عليها بقى لك فترة نفسك تاخدها وفي نفس الوقت هنا تحقيق بنسبة كبيرة لحلم الصفر تمام طيب برضو الفترة دي اتبع حدثك يا بارك الحوت فيه احلام هنا الروحانيين منكم اللي طالحهم حوت مثلا او اللي امرهم بالحوت وشمسهم في الحوت هنا نشوف نركز على احلامك الفترة دي لان الاحلام هنا فيها رسائل الروحانيين او الشفائيين المعالجين هنا فيه رسائل في الاحلام بتاعتك ركز فيها في الفترة دي من 15 مايو العشرين فيه رسائل هنا هتوصل لكم معينة رسائل كونية من ربنا يعني هتوصل لكم هنا للروحانيين بزيادة الكلام دي خصه طيب بالنسبة بقى لي الدعم المالي موجود التصالح مع الاصدقاء لازال مستمر معاك الفترة دي حلوة بقى لامضاء عقود الزواج لعقود الشراكات ايجابية فيه هذا الجانب طيب نشوف بقى الفترة اللي بعد كده اللي هي 20 مايو تمام نشوف 20 مايو ل25 طيب الإيجابي والسلبي هنا ايه طيب يعني 15 مايو دي لعشرين مايو وانا شايفها فترة ذهبية ليكو يعني طيب الفترة دي إيجابية معاك على الصعيد العملي فيه ترقية للبعض فيه ثبات عملي لو انت بقى لك فترة بتفكر تسيب شغلك او اكمل في شغلي احتمال يجي لك عرضي عرض شغلي جديد بتتمنى او ترقيه في شغلك نفسه يعني مهم هنا فيه مفاجأة عملية تحصل لك الفترة دي برضو زكائك هيخدمك في انك تكون مبتكر ومبدع اكتر في شغلك تجنب مكيدة زميد ليكو بالعمل يحاول ينفسك او يحاول يكدبك في حاجة انت بتعملها في شغلك فيوقع بينك وبين الادارة بس ما تقلقش الامور هنا في صفك او هتبقى لصالحك في النهاية برضو هنا في استشفاء من امراض روحية او حسد او سحر او اي طاقات سلبية بقى لك فترة عاملالك تعطيل او عقسات في اي امر يخصك سواء زواج سواء مثلا في الرزق ايا كان ففي انفراج هنا لطاقات السلبية او استشفاء فيه برضو هنا انفراج لمسجون فيه ناس كتيرة هنا احتمال يعودوا من سفر بعيد بقى لهم فترة مش عارفين ييجوا هنا برضو ممكن يكونوا اولادنا اللي في سوريا مثلا ممكن يكونوا بيلقوا صعوبة وفي ان هما يسفروا او يروحوا اي دولة اخرى فالاجراءات ممكن تبقى سهلة هنا يعني فينا تيسير للسفر طيب الفترة اللي بعدك كده اللي هي من 25 ل31 الاجابي معاك برضو ثقتك بنفسك عالية عندك كارزمة عندك حضور هتبقى هنا عندك شغف بقى انك تطور وتزود ثقتك في نفسك هتبتدي تتبع حمي غزائية تلعب رياضة تاخد بالك من شكلك من طلتك من مصغرك كمان الشمس هنا هتبقى في برج هوائي رضى ذاتي عن نفسك الفترة دي حازر من حسد او غيرة من صديق ممكن تكتشف الفترة دي مولود برج الحوت انتبه من غيرة صديق او حسد سميل لك بالعمل وهتكتشف ده بنفسك وممكن تبقى صدمة للبعض هنا الفترة دي حلوة للشراكات لامداء العقود لقلاص اعترض وقف تراجع وبرضو الفترة دي ايجابية معاك على الصعيد المطالبة بالحق لو عندك قضية بقى يعني لو في هنا قضية بالطالبة بورث او بالطالبة بحق اليك هيبقى الحق رجعلك او رجعلك الكلام هنا للجنسين طيب الفترة دي نشوف بقى 31 مايو الفترة دي ايجابية وسلبية معاك في ايه طيب الفترة دي ايجابية معاك على الصعيد العملي لازال برضو هنا طرقية مكافأة فلوس حلوة تجي لك عن طريق الشغل لتلاقي الإدارة على الاقل بتسمع لك او بتقف صفك او بتدعمك رغم مكيدة الزميل اللي لسه مستمرة معاك ل31 مايو تمام بس هيبقى الامور لصفك او الموضوع هينتهي بشكل مبسط كده ومش هيدرك بالعمل الحاجة التانية ان انت هتدعم صقتك بنفسك الفترة دي حلوة للظهور للشهرة انك تزود متابعين ديك انك تنزل حاجة تعرضها للاخرين حاجة انت مصممها بنفسك حاجة انت مقدمها مثلا زي خطيب دكتور جامعة بتقدم استشارات نفسية للاخرين المهم ناس بتسمع لنصيحك الفترة دي الناس تسمع لك يبقى عندك حضور الناس تسمع اللي بيقولوه كده ويقتنعهم حلوة اولي التسويق للمبيعات لو انت عندك برضو بزنس خاص حلوة الفترة دي انك توسع نشاطاتك او توسع شركاتك يعني حلوة التاريخ ده 31 مايو لتوسيع الشركات او النشاطات الخاصة بيك الفترة دي حلوة برضو البيت المال احتمال برضو فلوس غير متوقع تجيلك عن طريق العمل او فلوس حلوة تدخلك عن طريق شغلك الخاص طيب الفترة برضو دي حاذر من الصحة يمي تأكده لي اكتر من مرة من 20 مايو لدلوقتي ل31 حاذر من الصحة يعني الصحة هنا انا شايفة من 15 مايو كمان ل31 حاذر من الوضع الصحي وبالاخص الامراض المعاوية او امراض الدم او الجلد او العين حاجة من التلاتة دول تمام حاذر لو عندك عملية في التاريخ ده تخلي بالك تنقي دكتور كويس تنقي مركز كويس ما تتهونش بصحتك او تتهون في طريقة اكلك مثلا البعض هنا لا سمح الله ممكن يأكل من برر اكل مش صحي يجيله تسمه يعني نحاذر برضو من حاجة زي دي لا سمح الله طيب الفترة دي برضو ايجابية معاك الفترة دي برضو ايجابية معاك على الصعيد الشراكات بقى تدخل شراكة مع صديق تدخل شراكة تحط فلوسك مع زميل لك وتدخل انتو الاتنين شراكة مع بعض على حسب المصدقية ما بينكو ايه الفترة دي ممكن يجيلك دعم مالي من صديق لو انت ممتظر اطلب فلوسي من صديق ده هيقدمني الدعم المالي هيسندني هيقف جنبي هيدعمني اه هيقف جنبك هيدعمك هيسندك اه برضو الفترة دي حلوة لامضاء اه عقود الزواج اه لو في هنا عمليات جراحية او عمليات تجميل فتاريخ ايجابي لها يعني 31 مايو ده انا شايفاه تاريخ ايجابي للتجميل او للعمليات الجراحية في استشفاء كبير اه بعد صراعات من المرض او بعد معاناة من متاعب الصحية بقالك فترة بتعاني منها يا موليد برج الحوت طيب نشوف ايضا حازر الفترة دي من حد من بيئة العمل هيحاول يشكك في قدراتك العملية او حد هيحاول يهز سقطك بنفسك دي برضو هنا طاقة للبعض الفترة دي حلوة لك على صعيد تصليح علاقاتك باخواتك او قريبك لو بقالك فترة علاقتك باخواتك مش متزبطة فهنا فيه تصالح بينك وبين اخوة او قريب او جيران او معارف علاقتك بل المحيط هتبقى ايجابية يعني المحيط هيبقى ايجابي يعني مش هيبقى سلبي المحيطين بيك هيبقى ايجابيين برضو الفترة دي للي عنده اطفال او طلاب في اعدادي او سنة وعندهم امتحانات وقال انا عليهم فان شاء الله فيه تفاوق او نجحت ليهم بتأديرات كويسة او بنسب كويسة طيب الفترة دي برضو حلو زي ما قلنا على سبيل الدعم المالي من الاصدقاء او تحقيق امنية لك بقالك فترة نفسك تحقق يعني مثلا عاوز تشتهر عاوز مثلا تقدم في ان انت تبقى مصمم عاوز تقدم الفترة دي ان انت تبقى مغني عاوز تقدم في موهبة او تشترك في برنامج مسابقات فهيبقى الحظ من دعمك انت اللي ممكن تكسب انت اللي ممكن تربح حاجة زي كده برضو حاجات لها علاقة بالربحة او المكسب يعني برضو الفترة دي حلوة للتجارة لو انت تاجر وتتحب تجيب بضائع منبارة فهتبقى اجراءات السفر سهلة او متيسرة معاك لان زوحل كده طلع من ايه من بيت السفر خلاص يابه وراح البيت التامن تمام تمام نشوف كده ايه برضو بسم الله نبتن وورو نص طيب البردو الفترة دي زي ما انا قلتلك حاضر من ناس سامة ممكن يحاول يهزو سقطك بنفسك ويبالاخص بالدقة كده حد بالعمل غيرون منك او بيحاول يكيد ليك حاضر برضو من طاقة هان شكرا يا موارد برج الحوت